موسيقى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة موجز لاخر الاخبار من قناة ثن اهلا بكم تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القضاء على فرد تكفيري شديد الخطورة والقبض على اثنين اخرين مشتبه في دعمهما للعناصر الارهابية بوسط سيناء كما اعلن المتحدث العسكري اكتشاف وتدمير ستة اوكار ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر الارهابية وكذلك عبوتين ناسفتين هذا وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهدها للقضاء على العناصر التكفيرية والاجرامية بوسط سيناء في اطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الارهاب بشمال ووسط سيناء استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في حضور عدد من وزراء البلدين واكد سيسي موقف مصر الثابت داعي الى ضرورة توصل الى حل للازمة الليبية من خلال المصاري السياسية مطالبا كافة الاطراف الليبية بضرورة اعلاء المصلحة الوطنية فوق اي مصالح ضيقة من جانبه اعرب السراج عن شكره للجهود المصرية الاستثنائية السعية الى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا خاصة رعايتها للاجتماعات الجارية لوفد الجيش الليبي نقش وزير الخارجية سمح شكري مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج تفاصيل المصاري السياسي الليبية وخلال لقائهما اكد شكري على محورية القضية الليبية بالنسبة لمصر وانها تأتي في مقدمة اولويات السياسة الخارجية المصرية من جانبه استعرض السراج نتائج اتصالته والمشاورات التي قام بها مع مختلف الاطراف الليبية والدولية وزياراته الاخيرة الى واشنطن وبرلين فضلا عن رؤيته للخروج من الازمة في ليبيا كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين المصري والليبي اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس للتشاوري حول اخر التطورات بعد القرار الامريكي الاخير بشأن القدس وتم خلال الاتصال بحث اخر تدعيات القرار وسبل التوصل الى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما اتفق الرئيسان على اهمية تكثيف الاتصالات مع مختلف الاطراف الدولية لشرح التدعيات السلبية لهذا القرار في ضوء ما اقرته المواثيق والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الاردنية الملك عبدالله الثاني لبحث اخر مستجدات الاوضاع في الشرق الاوسط وتصدر الاتصال القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات عقب قرار الادارة الامريكية بنقل سفارتها في اسرائيل الى القدس حيث تم التباحث حول سبل دعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية شدد حاكم دبي رئيس مجلس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رفض الامارات الرسمي لتهديد هوية القدس وتاريخها وعروبتها وخلال ترأسه لجلسة بمجلس الوزراء اكد بن راشد على ان القضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة وان المساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة ويعد بمثابة تمكين لخطاب متطرف جديد وفتح لنوافذ الارهاب الذي بدأ العالم هزيمته فكريا وعمليا تجددت الاشتباكات بين قوات الامن اللبنانية ومتظاهرين قرب السفارة الامريكية في بيروت خلال مظاهرة ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والقى متظاهرون الحجارة باتجاه قوات الامن التي كانت تقف على الطريق المؤدي الى السفارة الامريكية في منطقة عوكر شمالية بيروت هذا بينما افادت مصادر اعلامية بسقوط جرحة بسبب الاشتباكات وصل وفد الحكومة السورية الى جينيف للمشاركة في المحادثات مع المعارضة التي ترعاها الامم المتحدة وجاءت عودة وفد الحكومة السورية الى جينيف بعد ضغوط روسية وتحذيرات للمبعوث الاممي من تدعية تعطيل اي طرف للمفاوضات في المقابل قال اعضاء في وفد المعارضة ان ضغوطا اوروبية وامريكية مورست عليهم لتجميد مطلب رحيل الاسد والقبول بتمثيل حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في المباحثات ختم الموجز في امان الله اشتركوا في القناة